أصير المصور اللبناني سامير كساب في منتصف تشرين الأول عام 2013 وهو يمارس عمله في سوريا لصالح قناة سكاي نيوز في كانون الأول عام 2016 أفرج عن 16 عسكريا في وقت بقي 9 من العسكريين عند داعش ومن بينهم سامير كساب وعلى الرغم من جهود اللواء عباس إبراهيم في ملف كساب إلا أن أي جديد لم يطرأ ونقابة المصورين الصحفيين تكرم زميلها المخطوف من خلال تعيينه عضوا فخريا في مجلس النقابة في قبضة الإرهاب التكفيري مصور لبناني هو سامير كساب خطف في حلب أثناء تغطيته أخبار سوريا ورصده وجوه الأطفال المعذبين والنائمين تحت الدمار والقصف فبات هو الخبر والقضية لليوم بعد معنا معلومات أكيدة بخصوص سامير نتمنى هلأ على التطورات اللي عم بتصير بخصوص العسكري أنه نوصل لمعلومات عن سامير إن شاء الله يا رب أربعة أعوام مرت والغموض يلف قضية كساب والجهات الرسمية أخفقت في تحديد مصيره أما نقابة المصورين الصحفيين فتبنت القضية وأخذت على عاتقها إعادة أحياء ذكره حبينا طبعا حتى تضل قضية سامير قضية موجودة بوجدان اللبنانيين لأنه هو ابن هذا الوطن أنه ننتخبه عضو مجلس فخري تكريما لدوره وحتى كل المعنيين يكون عضية سامير عضية موجودة بعد انتخاب المجلس الجديد لنقابة المصورين الصحفيين بلبنان أولغنا أنه تم تعيين سامير كعضو فخري بنقابة المصورين نقوشي بنشكر النقابة وبشخص النقيب عزيز طاهر ونجاد بنشكرهم حتى بالوقفة التضامنية اللي كان عملت قبل عطولا أنه عم بيكونوا دعمين الأول لقضية سامير نحن لحتى سامير ما يصير اسم منسي سنبقى نطالب بقشف مصيره لأنه هو هذا حقه علينا وهذا حقنا كان قابة نتبنى قضيته نتمنى من كل الناس يكون قضية سامير قضية حي أشارت المعلومات إلى أن تنظيم الدولة نفى في خلال المفاوضات أن يكون المصور المخطوف سامير كساب في حلب لديه أقفل هذا الموضوع لأنه نفى يكون هو هني عنده يعني ما بيقدر يعطي شيء لا عن المطرنين يلي خطفوا بحلب ولا عن سامير كساب يلي خطفوا بسوريا أنه هني هو أنهى هذا التفاوض أنه هني مش عنده تبقى هذه القضية مجهولة نتيجة ونقطة سوداء في سجل المعنيين للعمل على فك أسره والحد من معاناة أهل يعانون فقدان فلذة كبدهم رواند أبو خزام قناة الجديد